يا بابا يا بابا احكيلي قصة الشهيدة الأم دولاجي وأولادها الأربعة الشهيدة الأم دولاجي وأولادها الأربعة ايوة يا بابا احكيلي قصتهم كاملة حاضر يا منمن في زمن للطهاد اللي قام بيل إمبراطورة طغية ديقليديانوس كانت منطقة إسنا بالصعيد غنية بالمسيحيين القدسين اللي قدموا نفسهم للاستشهاد والعذاب من أجل محبتهم للرب يسوع وفي يوم كان فيه جولة للوالي إريانوس للصعيد علشان يتأكد بنفسه أن أوامر الإمبراطورة طغية ديقليديانوس بتتنفس بقتلوا تصفية المسيحيين ونهب أموالهم وأملكهم وأول ما دخل الوالي إريانوس مدينة إسنا قابل أولاد الأم دولاجي الأربعة وكان معاهم محصول من البطيخ فأمرهم إريانوس أنهم يذهبوا معاه للسجود للأوسان لكن ولاد الأم دولاجي رفضوا وأعلنوا أنهم مسيحيين فحاول إريانوس أنه يوعدهم بهداية وإغراءات لو تركوا المسيح وسجدوا للأوسان لكنهم رفضوا فغضب الوالي إريانوس وهددهم وقال لهم هعزبكوا غاية الموت لو ما نفستوش أوامري لكنهم رفضوا واتمسكوا بالرب يسوع وهنا دخلت الأم دولاجي ووقفت قدام الوالي وأعلنت أنها مسيحية وقعدت تشجع أولادها وتقويهم أنهم يتمسكوا ببابا يسوع فتغازي الوالي إريانوس جدا وأمر بحبسهم جميعا تمهيدا لمحكمتهم وهم داخل السجن قعدت الأم دولاجي تصلي مع أولادها وكانت بتطلب عونا إلهيا علشان ربنا يقويها في إيمانها هي وأولادها الأربعة فظهرت العذرة مريم وكانت بتشجعهم وقالت لهم بالنساء المسيح عد ليهم مكان أبديا في السماوات وكان ظهور العذرة ليهم مقوي لإيمانهم جدا وفي الصباح استدعاهم الوالي وحاول معاهم مرة كمان أنهم يبخروا للأوسان وللأليحة فصرخت الأم دولاجي وأعلنت أنها مسيحية هي وأولادها وقالت أنا مسيحية ومؤمنة بالسيد المسيح اللي خلق السماوات والأرض وكانوا أولادها الأربعة بيصرخوا ويقولوا أننا مسيحيين فغضب الوالي جدا وأمر بقطع رقصهم وعند تنفيذ الحكم أمر إريانوس أن أولاد الأم دولاجي يتدبحوا هم قاعدين على ركبتها الواحد ورد تاني وكانت الأم دولاجي بترتل وتصلي إثناء الحكم وفي الآخر قطعوا رأسها مع أولادها ونالت إكليل الشهادة هي وأولادها بركتها تبقى معنا كلنا أمين يا يا بابا دي شهيدة عظيمة خالص